مرحبا كيف تكون ؟ مرحبا تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عامة القراءة رح تتحدث عن برج القول كيفية عن الاحوال العاطفية لائلت ولا الشريك وكذلك رح تحدث عن الاحوال العامة رح تحدث كذلك حتى عن العزيب رح تشوف شو بخبئلون هذا الشهر وهذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي امكانية ان تكون قراءة كثيرة خاصة عن اذا تكلمنا عن الوضع العاطفي بالنسبة لك يا برج القوس عم شوفك كأنه عندك امال لتحقيق هدف اسماء ممكن كأنه عندك مثلا هدف انه تسافر انه تجور العالم عندك هيدا الحلم عم شوفك كأنه صار لك خسارة او صار لك خيبة امال كأنه عم تحس انه هذا الحلم شي شوي صعب انه تحققه او في شي او في شخص او في شي يحول بينك وبين تحقيق احلمك عمتا برج القوس الشخص بيحب الحرية بيحب السفر بيحب الاكتشاف فهيك انا عم شوفك بحسك انه انت بدك تكتشف شي معين وعم شوف في شي يقف امام هذا الحلم او ممكن بدك انه تبدأ مشروع تبدأ شغل تبدأ شي يعني انا عم شوفك شي تريده بشدة تبحث عليه وعم شوفك حتى انه عم تدعي الله لتحقيق هذا الحلم عم شوفه بالنسبة للشريك عم شوفه وعم يفكر فيك هذا الانسان بحبك ممكن انتو مبتعدين عن بعض لانه عم شوف في طاقة الابتعاد عم شوفكون وعم شوف الشريك خاصة الشريك عم شوفه وعم يفكر فيك عم يفكر بهذا الحب وبهذه الطاقة الحب التي كانت بينتكن وعم شوفه كذلك على انه هذا الانسان ممكن الكلام شوي جارح بالنسبة للعلاقة او ممكن كان فيه كان فيه نوع من الكبر اكتر بهذه القراءة او تكبر عليك ممكن كان عم يتعامل معك بشكل غير طيب يا برج القوس عم شوفه كذلك هذا الانسان يفتقد السعادة من دونك هذا الانسان انه سعيد ابدا لانه عم يحس انه حياته ليست سعيدة لانه لا يعيش او لا يكون معك بالنسبة للك عم شوفك مدمر القلب عم شوفك كأنه تتجه اكثر الى المضي قدما بحياتك ومستقبلك باشيائك الحياتية وتبتعد عن هذا الانسان عم شوفك كذلك ممكن تريد او تتمنى دائما عم تتعمل او ممكن عم دائما عم تراقب تليفوناك هل تصل فيك هل بعت لك مساج بتسأل عنه ممكن عم تراقب لهذا الشخص بس عم شوفه ممكن منزوي وما عم يعمل ولا خطوة بالنسبة له الامر ممكن ممكن للبعض منكن سبب الخلاف كان ممكن الشك والغيرة ولبعض منكن كذلك كان فيه مثلا الشريك طلب منكن علاقة جسدية وانتوا رفضوا هذا الامر عم شوف كذلك على انه ممكن للبعض يكون هذا الانسان حسيتوه شوي نوعا ما صبياني يعني معاملته ممكن كانت صبيانية ما كان بنفس المقام اللي انتوا كنتوا حطينه عم شوف كذلك على انه كل واحد قاعد ببيته قاعد يهتم باموره الخاصة عم شوف كن مبتعدين عن بعض بس عم شوفه هو يريد الرجعة او يريد بداية جديدة يسعى فيها الى الاستقرار اكثر عم شوفك يا برج القوس اكثر عم تهتم لعيلتك لاهتمامك بالشكلك اكثر عم تهتم لعملك واهدافك كانو اهدافك صارت هي الاولوية بحياتك بالنسبة كذلك لنيتك عم شوفك كانو تريد ان يضوق هذا الانسان نفس الذي ضقته بعد ما هجرك اما هو فعم شوفه يريد ان تتصلح الامور ويرجع هذا الانسان لحياته بس عم شوفه هذا الانسان ما قادر ياخد خطوة ما عامل مقادر ياخد خطوة اتجاه الاصلاح يعني عم شوفه يظهر انو محتفز بمشاعره محتفز بالاشياء التي تقصه ولا يبوحوا بها لاحد ممكن ما رح يعمل خطوة بشهر يونيو اذا انتم مبتعدين عن بعض بس عم شوفه اكتر رح يفكر فيك رح يضلي راقبك من بعيد هيد الطاقة اللي انا عم شوفه يتجه اليها اوكي عم شوف كذلك حتى انو الوضع المستقبلي رح يضل فيه هاد النوع من الكبر اكثر او الابتعاد عن بعض عم شوفه عم يعمل بلوك او انت كذلك عامل بلوك ما عم تحكي مع هذا الانسان عم شوف قون شوعي هيك فيه نوع من الكبر بالعلاقة ممكن تتعامل انت يا برج القوس مع برج السلطان او تتعامل مع برج الاسد عم شوف كذلك الابراج الترابيه والهوائيه بامتياز الهوائيه عم تظهر بامتياز عم شوف كذلك ممكن تتعامل انت مع برج الثور او كمان هون عم شوفه كنصيحي على انو بيقلك اعمل يعني كتير مجهود عشان تنجح هذه العلاقة لانو بيقلك اعظم الحب واجمل الحب يتطلب خطوات مشان تنجحوك عشان يبقلك انو يعني ما تفكر انو العلاقة حتى لو كان فيها حب ريح تنجح لازم تعاملوا مجهود يعني انتو الاثنين عشان تطوروا هذه العلاقة اذا كنتو تريدون الرجعة واصلاح الامور عم شوف كذلك على انو في عزيمة هذا الانسان عنده راغبة ملحة انو يكون معك انو يكون بجنبك بس ممكن ما ما عم يعمل خطوة لهيك بيقلك انو احلامك او هايدي ميسج اكتر للشريك انو الاحلام تحتاج لشيء فعلي يعني ما رحي مثلا تطلق انو تفكر بهذا الانسان وتقول ليش ما عم يحكي معي لازم تعمل خطوة لارجع هذا الانسان كمان هيد الكارت ممكن انا ممكن احكي فيه على انو اذا عندك احلام يا برج القوس فمجرد التفكير بالاحلام لن يصنع او رح يجعله حقيقية لازم انت تعمل شيء فعلي عشان تتحقق هذه الاحلام اوكي بالنسبة للعزيم عم شوف انو عم شوفون اكثر ممكن عم شوفون يتواصلون على الانترنت او عندون عدة علاقات عم شوفون كأنو صار عندون عدم راغبة بالعلاقات كانو عم شوفوا انو العلاقة كل الكل عم يتسلى فنتسلى كمان احنا عم شوفون راغبتون بالحرية صارت اكبر عم شوفون يلتجئون الى الحرية بصفك كبرى عم شوفون ممكن كان عندون راغبة انو يكون في زواج بس الامور دائما كانت عم تمشي بشكل عكسي حتى صار عندون حتى هني صاروا يعني شوي هيك لعوبين متل متل العالم اللي صار هلا كله يتلاعب الاخر بالنسبة للطاقة العامة عم شوفها لانو اوكي عم شوفك اكتر تحتم ل عم تتذكر عم تتذكر الذكريات اكثر عم شوفك تحتم اكتر بالذكريات والطاقة تبع الماضي عم شوفك تريد اشياء ممكن عندك راغبة انو تجني مال بس ممكن يعقس جدا او ما عندك طاقة وعندك باور انو يعني تعمل مجهود بهذا الموضوع عم شوف يعني يا دوب عم تركز او يا دوب عم توازن بين امورك الحياتية عم شوف انو عندك طاقية كتير كبيرة او عندك اتجاه كبير اتجاه علاقات الحب عم شوفك انو بطل تفكر بهذا الانسان بطل تفكر هل بعث المسجد هل تكلم معي هل يريد يعني وتسأل هاده الاسئلة ممكن للبعض ممكن بيتفرجوا دائما او عم يشاهدوا دائما الفيديوهات تبع التاروت ودائما يتسألوا هل هذا الانسان يحكي معي ام لا بس ما عم شوفي خطوين تجاه التحقيق احلامك المادية ولا تحقيق احلامك العطفي اوكي عم شوفك حائر اه تجاه احلامك حقصة اذا كان عندك يعني راغبة بتحقيق مشروع مادي فانا عم شوفك عم تتخبط بالامر عم شوف الامر غير ناجح بدك انو كانو تحصل معجزة لتغيير الامر اوكي بيقلك اذا عندك مثلا مشروع اوكي اذا عندك مشروع اصحاب برج القوس وهذا المشروع منو ناجح فحاول انو تعملو اشهارات على الانترنت اوكي على السوشال ميديا على الانستقرام على الفيسبوك اي شيء ممكن يعملك اشهار لهذا المشروع كمين عم بيقلك انو حاول انو تنتبه من اشخاص ممكن على الانترنت ممكن يكونو اشخاص خادعين اشخاص متلعبين وممكن هاد الناس تتلاعب او ممكن هاد الناس تريد سرقة مالك او عمل شيء غير جيد بالنسبة لرج القوس اهتم اكتر بالاعمال والنجاح المادية برج القوس حاول اذا انت ما عم تشوف انو الوضع العملي بالجيد فاستشير شخص جيد جدا لانو عم شوف كأنو اذا انت متلا استشرت شخص خبير بموضوع العمل والعلاقات ممكن يوجهك بشكل جيد نحو الناجح اوكي بالنسبة للصحة ام شوفكن شوي اهتموا بالاعيون ممكن انتكبت اتكترت المشاهدة الفيديويات المشاهدتكن للتليفون وتليفزيون عم متأثر بعيونكن انتبهوا شوي على الظهر اهتموا اكثر اتجهوا اكثر للصلاة والتعبد اهتموا اكثر بالجانب الروحاني اهتموا اكثر للجانب اهتموا بنفسكم اكثر عمشوف ان الطاقة تقول او تقول دائما لا اليك انه اهتم او اعمل خطوات او اعمل خطة ممنهجة لاتباع او حصول على ماذا تريد اه بيقولك انه لازم تتبع خريطة او تتبع خطة محكمة عشان تحصل على ماذا تريد هدا كل شي كان بالنسبة لبرج القوس بتمنى لك كل الخير والمسارات وما تنسو تعملولي لايك وسبسكوبيب لقناتي وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر